طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هده وبشرى للمؤمنين الذين يكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعاب قبص لعلكم تستنؤون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهدز كأنها جانه ولا مدبرا ولم يعقبك يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سرؤ فإني خفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بين ضراء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعنوا فانثروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد ألتئنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبرث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان يا أيها النمل دخلوا يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتمسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لأرى الهده لأمكان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان ببئين فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهددون ألا يسجنوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننفر أصدقت أن كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ما أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قابعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم لهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدون بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا كبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتن من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها لننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها هكذا عرشت قالت كأنه هو وأودينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحساد لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهقين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً لِنْدُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَنُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا أَلَ لَوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْخَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَهَاءَ مَطَرُ الْمُنْثَدِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمْ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّ لَيْشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا لِهِ حَدَائِقَ ذَبَنْجًا بَلْ كَانَ لَكُمْ أَمْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَىٰ هُمْ مَعَ اللَّهَابِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِنُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسٍ وَجَعَلَ بَيْنَ الْمَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَىٰ هُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُظْبَرَ إِذَا بَعَلَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَثَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَىٰ هُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُوْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَبَيْرَ حْمَتِهِ أَإِلَىٰ هُمْ مَعَ اللَّهِ دَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَىٰ هُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُهُنَ أَيَّا لَيُبْعَثُونَ بَلْ إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَنَا أُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ رَعِدْنَا هَذَا نَحْلُ وَآبَنَاهُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّنِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِينَ وَلَا تَحْزَزَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَنْكُرُونَ وَيَقُونُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَنَا أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُتِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَظَائِنَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إن هذا القرآن يقص على بدي إسراء إلى أكثر الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إن ربك يقضي بينهم لحكمه وهو العزيز العليم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُّبِينَ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إنهم تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يمكنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا بمن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياته ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينتقون ألم يروا أنا جعلنا الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك نآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أدوه داخلين وترى الجبال تحسبها جاندة وهي تبر برص حهاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ألم نورون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد ربي هذه البلة الذي حربها ومهو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنفلين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عن ما تعملون